في الثلث الأخير من ليل الثلثاء جاء إعلان حكومة واللجاي المنتظرة بعد الكثير من التخمينات بشكل الحكومة والتمنيات بخروج وجوه لم تقنع المواطن الموريتاني كثيرا وانتظارات لوعود بحكومة شبابية طالما تحدث عنها نظام الرئيس الغزواني والمقربون منها بعد تعيين واللجاي على رأس الهرم الحكومي لاحت في الأفق كما يقول بعض المواطنين بوادر لمؤمورية الشباب لكن عندما دقت ساعة الحقيقة وتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود تلاشت الأمان والطموحات كما يقول هؤلاء هل يتقولوا هذه التعينات نبقى نقول للرئيسة لأنه بعد العين ما هو الشباب لأنه عين الليل الكهول الشباب ماذا قدوا هم شي من شبتابة وخرمز الدولة كامل مشاوهم اللي عينوا وحدين عائل ليه منها ما هو ما هو تعين مريتاني ما هو هاتف الشيء زيال لورا لورا ثم نحن مدان نتحرقهم لقدتوا لنا ما مريد الشباب لأن السنة لنا ما مريد الشباب الشباب البارح التنصيبات ما عرينا فيهم الشاب بالرغم من تلك الخيبة التي أصابت البعض فإن هناك بعضا من المواطنين لم يفقدوا الأمل بعد وما يزالون يأملون أن تحقق هذه التشكيلة الجديدة ضموحاتهم بأن تكون حكومة قادرة على التخفيف من معاناة الشباب وإنقاذهم من البطالة والهجرة هنا تعود ملبية والله زادت حاول تلبي حاجيات المواطن المريتاني اللي عاني من ياسر مشي حاغتن وراجينهم اللي تعود مؤمورية الشباب بلي شباب حاغتن الشباب التعاب والحال المتين والبيطالة وياسر مشي لذلك نطالبه الرئيس محمد والشيخ الغزواني بعلنه إلين قال همؤمورية الشباب يعرف أن الشباب قادر منهم هاجر ولبقوا هون قليل معاناة الأمور اللي عزين فيها اللي عزين فيها يخرص فيها حتى صنف ذالث اعتبر أن التشكيلة الجديدة كانت في المستوى المطلوب متمنيا لها التوفيق والسداد وكانت حكومة على المستوى بالنسبة لنا على المستوى بأن ما فيها مولوجود الشاب كان يقول رئيس الجمهورية عنه لعادة لحكومية مؤمورية الشباب وللشباب حاسة لعادونا مستقبل زي والقزواني بحالوا في مستقبل زي وكان الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية قد أعلن فجر الثلاثاء التشكيل الجديد للحكومة التي ضمت همانية عشر وزيرا جديدا والاحتفاظ بأحد عشر من وزراء آخر حكومة البلال وإن كان بعضهم في مواقع مختلفة عن حقيمته السابقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر